أكد وزير الموارد المائية والرأي هنسويلم أن الوزارة ترحب بالتعاون مع المنظمة الدولية لتحلية المياه في مجال دراسات التحلية ونقل الخبرات ودروس المستفادة من التجارب الناجحة للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء في كل من المغرب وأسبانيا واستراليا جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والرأي بالمدير التنفيذي للمنظمة الدولية لتحلية المياه شانون مكارثي ضمن فعالية أسبوع القاهرة السابع للمياه وتم خلال اللقاء مناقشة موقف مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتحلية المياه والمزمع عقد في ديسمبر من عام 2024 بدولة الإمارات العربية المتحدة